محافظة بورسعيد بتشهد حدث مهم هو افتتاح فاعليات الدورة الخمسة للمسابقة العالمية لحفظ القرآن والابتهال الديني دورة الشيخ مصطفى إسماعيل وهتكون بمشاركة عدد من المتسابقين في 66 دولة عربية وإفريقية وكمان أوروبية خلونا نروح سريعا لمحافظة بورسعيد مع زمين كريم بيبرس اللي معاه لقاء هام مع سيادة اللواء عادل الغطبان محافظة بورسعيد اتفضل الكريم صباح الخير صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر فعلا من بورسعيد وتحديدا من المركز الثقافي ببورسعيد بمجرد دخولك للمركز الثقافي هتلاقي الاستعدادات الخاصة بالمسابقة الدولية الفائزون في دورتها الخمسة المسابقة دي مجرد ما بتشوف لها علامات خاصة واستعدادات خاصة يمكن أول ما بنخش بنلاقي كتابة خاصة شعرية للشاعر الكبير مصطفى الجزار وبيتحدث فيه تحديدا عن القرآن الكريم واللي قال فيها اكرم اكرم بقوم اكرموا القرآن وهبوا له الارواح والابدانة اختارهم الاله او اختار الاله قلوبهم اختار الاله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانة نتحدث اكتر وهنتكلم كمان اكتر عن المسابقة دي مسابقة دولية بشارك فيها 66 دولة عربية افريقية اوروبية من الولايات المتحدة وكمان من كندا تفاصيلها اكتر معايا ضيفي على الهواء دلوقتي اللواء عادل غطبان محافظ بورسعيد برحب بحضرتك يا فندم صباح الخير استعدادات خاصة اكيد للمحافظة لاستقبال الدورة في نسختها الخمسة كلمنا يا فندم عن هذه الاستعدادات المبدئية طبعا صباح الخير يا مصر وصباح الخير لأهلي في محافظة بورسعيد والحمد لله احنا النهاردة اللي سنة الخمسة بنجاح بنستمر في دورة الخمسة المسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم ومن محافظة بورسعيد اللي هي قاطرة تنمية مصر بنبحث لسادة السلام للعالم وشباب العالم كله من محافظة بورسعيد ان القرآن انزل في المكة وقرأ في مصر والحمد لله النهاردة في دورة الخمسة بنكرم الشيخ مصطفى السماعين كان آيكونة وشيخ مشايخ مصر كلها في التلوة والحمد لله احنا بتعاون مع الشرق الوطنية الإعلام وعزارة الأوقاف وأظهرنا الشريف الحمد لله بتعاون مع هذه المؤسسات العظيمة نجحنا ان احنا نستمر في الدورة الخامسة للمسابقة الدولية برقناك كريم والحمد لله المسابقة التي نسمعها كويسة في العالم كله وخصوصا ان احنا الحمد لله نهاردة 66 دولة مشاركة جم حضركوا قلت كده عربية وأفريقية وأوروبية ومن أمريكا برضو ده بالإضافة ان اللجان التحكيم برضو من مالي ومن ليبيا ومن مصر هو ده التعاون والتكامل اللي الدول المصرية بتعمله ومن هنا بنبعث تسالي السلام للعالم كله بنقول للمصر بدل الأمن والاستقرار وتفسير القرآن الكريم القرآن الكريم عالم كتير حفظها بس مين بيعمل به عشان كده نهاردة أول مرة في المسابقة الدولية مسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم ان احنا بيبقى فيها تلاوة القرآن وبالإضافة ان التفسيره والعمل به فإن شاء الله يبقى فتحة خير إن شاء الله علينا كلنا سيطة الوقت يمكن كمان الدورة كمان خاصة بقراءة القرآن وتلاوة القرآن عفوا بصوت حسن وكمان الابتهال والإنشاد الديني كلمنا كمان يا فندم الفائزين في الدورة دي بيتم التعامل إزاي معهم قبل كده هل بقاليهم فرص أفضل كلمنا عن ده أكتر الحمد لله من اللي هنبقى لنا خمس سنين دلوقتي الفائزون في خلال الخمس سنوات السابقة الحمد لله كانت من دولة عربية ودولة أفريقية ومن دولة أوروبية وبيتم تكريمهم في مصر ده بإضافة انهم بروح بلادهم بيبعثوا رسالة سلام من مصر لمصر كلها وبيقولوا اللي شوفوا في مصر وفي نفس الوقت بننتاج مسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بشباب العالم انهم بنعملهم رحلات طرف هي في محفظ البورصعيد وفي مصر كلها بيشوفوا جوامعنا اللي موجودة عندنا بيشوفوا الكنائس اللي موجودة عندنا بيشوفوا مناطق الصناعية بيشوفوا مناطق السياحية ده بتبقى فرصة ان نعرف شباب العالم مصر مع الاستقرار وصلت ليه ده بالإضافة ان الكرآن الكريم ده في قلوبنا وفي قلوب شباب مصر وفي نفس الوقت احنا هنا الإسلام المعتدل وفي نفس الوقت يعني أظهرنا الشريف بيبعث رسالة من بورصعيد إن أظهرنا الشريف اللي هو الأظهر المعتدل والرسالة المعتدل لشباب العالم طيب ست اللواء يعني أخيراً كمان بنتكلم عن يمكن أعداد كتير تقدمت للمسابقة تم تصفيتهم على مدار الأيام السابقة على مدار كم يوم هتكون المسابقة مستمرة وإيه كمان يعني رسالة حضرتك بقى للشباب بشكل عام خصوصاً إن إحنا يمكن كان فيه الفائز العام الماضي وإلا قبله مصريين أكيد فيه رسالة معينة وتشجيع محركين وطبعاً حضرتك لو شفت السوشال ميدا الخليل الفترة الفاتت والإعلام الخليل السابقة الفاتت كان الشباب العالم كله وشباب المصريين كان فيه تلاحم وفيه تكامل بينما بين بعض وفيه تقارب في وجهات النظر وفي نفس الوقت بنقول أدي القرآن الكريم عندنا في مصر عاملي زي وفي نفس الوقت شبابنا عنده عقيدة تمة إن القرآن الكريم بيحفظنا وفي نفس الوقت عنده عقيدة تمة إن أظهرنا شريف الأظهر المعتادل الدين المعتادل وفي نفس الوقت بنقول لشباب المتشدد أدي الشباب العالم هو وأدي شباب الدول العربية والدول الإسلامية ودول أفريقية ودول أوروبية كمان أدي هو لكن الرسائل اللي احنا بنشوفها من دول تانية ومن مناطق تانية. آآ لا طبعا ده بش الاسلام. ده بش الاسلام. عشان كده لما الشباب يبعث رسائل من هنا ويعودوا مع بعض اكتر من خمس ست ايام في آآ متسابق في تسابق وفي تنافس عشان خاطر ان هو اللي عايز يحصل اول والتاني والتالت. وفي نفس الوقت بيشوفوا عاداتنا وتقاليدنا. بيشوفوا اسلامنا الحنيف. بيشوفوا التسامح اللي موجود في مصر. لا ده حاجة عظيمة. عشان كده احنا مسابقة ده يتزودنا فيها يعني فقرة ان احنا باضافة للانشادي الديني. اللي قلنا هالفقى فقرة ان ان لما قرآن تحفظه كويس وصفت الجميل قوي. طب فيهمت ايه? طب يتطبقوا ازاي? هو ده الرسالة اللي عادينا بعته لديمه ده كل يعني. آآ اخيرا يا فندم آآ الجوائز هتبقى عبارة عن ايه تكريم? هيبقى فيه جوائز مادية? ولا هيبقى فيه فرص مسلا يممكن يشاركوا بعد كده في التحكيم مسلا الخاص بالمسابقة ممكن يتم اعتمادهم بعد كده في حاجات دولية. فيه متسابقين السنوات اللي فاتت آآ يعني بعد نجاحهم اعتمدوا في الازع والتلفزيون واعتمدوا في ازع القرآن الكريم وبدوا يشاركونا في لجان التحكيم وبدوا اللجنة المنظمة للمسابقة شاركين معنا في اللجنة المنظمة للمسابقة. لا الكل يوم وكل سنة احنا برسايا بتتقدم فزي المسابقة والحمد لله احنا وصلنا المسابقة يعني الحمد لله. الحمد. الواق عدل غبضان مدير محافظ بور سعيد شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوفية وزي ما شفنا مع بعض يمكن المسابقة مش بس كمان بتهتم آآ بي الشباب اللي مشاركين في المسابقة لكن هي كمان بترسل رسالة سلام للعالم بتزرع الاخوة والانسانية بين جميع الاديان بين جميع شباب رسالة من نصر ارض السلام دايما للعالم اجمع. يمكن احنا كمان بنتكلم على انه المسابقة هنا آآ اللي هيكون مشارك فيها آآ في آآ الافرع المختلفة سواء قراءة القرآن بالصوت الحسن او سواء الابتهال او الابتهال والانشاد الديني كمان قراءة القرآن بالنسبة لي الذكور او للرجال او للشباب هتكون بي روايتين مختلفتين ولكن لي الاناف هتكون لي بي رواية واحدة فقط من طرق رواية القرآن الكريم هنا من بور سعيد رسالة سلام للعالم والان عودة ليكم مرة تانية. فهمت ايه وهتطباقه ازاي ممكن ديه من اهم المحاور اللي بتهتمي بيها وزارة الاوقاف كل الشكر ليك يا كريم والضيفك الكريم طبعا لواء عادل الغطبان محافظ بور سعيد وبالتوفيق لكل المتسابقين.